اشتركوا في القناة يا هلاحيات شيخنا الغالي زان مجلسنا وزاد اليوم أنواره حرص دائم وقرب مشهود للشارع البحرني والتماس لهموم المواطنين ومشاركتهم أحزانهم وأفراحهم نهج حرص عليه آل خليفة الكرام وحرص عليه فقيد الوطن رحمه الله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله كان يقوم بالعديد من الزيارات إلى أبناء مملكة البحرين في مجالسهم فعلى سبيل المثال للحصر فإن زيارات المجالس الرمضانية كانت عادة لدى فقيد الوطن رحمه الله إذ كان يؤكد بأن المجالس الرمضانية تمثل جانبا مضيئا في تراث مملكة البحرين التي يجب المحافظة عليها والعناية بها وترسيخ أهميتها وقيمتها فقيد الوطن رحمه الله أعرب في زياراته لمجالس أبناء البحرين عن سعادته بترسيخ قيم التواصل الممتدة في تراثنا وعاداتنا الأصيلة والتي تهدف لتعزيز الروابط والتلاحم بين أبناء الشعب وهما تجسد في زيارات فقيد الوطن وحرصه المستمر على الالتقاء بالمواطنين في مختلف الظروف والمناسبات هلن بك دوم يا شمعة وطن هلن يا ريحة الغر العظامي هلن بك والحشود ترحبن بجية بوعلي واف الذمامي هلن بك دوم يا شمعة وطن هلن يا ريحة الغر العظامي هلن بك والحشود ترحبن بجية بوعلي واف الذمامي وكان البحرينيون من جانبهم يعربون عن شكرهم لتلك الزيارات والتي يعتبرونها سنة حميدة لسموه من خلال التواصل مع كافة فئات المجتمع أما فقيد الوطن رحمه الله يؤكد دائما بأن هذا التواصل هو الضمانة الحقيقية لتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي وحماية المجتمع من المتربصين بوحدته فثناء فقيد الوطن دائما كانت تجاه أبناء البحرين وعوائلهم العريقة التي ضربت المثل والنموذج في المواقف الوطنية والولاء والحرص على تجسيد الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية رحل الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله ولكن لم ولن يرحل ذكره عن أروقة مجالس أهل البحرين فزياراته وقربه من هموم المواطنين ونصائحه وإرشاداته سوف تبقى شعلة منيرة لتلك المجالس التي كانت تحتفي بفقيد الوطن وهو يحتفي بفخر بين أبناء البحرين الأوفياء وختاما فإن الطيبين لا يرحلون بل يخلد ذكرهم الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر